مقدمة أخبارنا اللي حصل النهاردة بعد طبعا أزمة الوفد النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدخل في هذا الموضوع والتقى بمجموعة من قيادات حزب الوفد شملت دكتور سيد البدوي رئيس الحزب والمستشار بهاء أبو شقة السكرتير عام الحزب وأستاذ فؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا وأيضا أستاذ عصام شيحة والمستشار القانوني للحزب السفير علاء يوسف المتحدث باسم رياسة صرح بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تقتضي إعلاء المصلحة الوطنية ونبذ الخلافات والانقسامات وتوحيد الصف ولابد من تكاتف الجهود لمواجهة مختلف التحديات برضو الرئيس سأضف من خلال اللقاء أنه بيتعين التنسيق والتعاون بين مختلف القوى السياسية سواء داخل الحزب الواحد أو بين الأحزاب وبعضها في دوق طبعا الإعداد لعقد الانتخابات البرلمانية لتشكيل مجلس نواب واعي ومسؤول وقادر على إحالة نصوص الدستور الأقار والمصريون لواقع ملموس في حياة المواطنين وده اللي إن شاء الله هيساهم في تحيي أملهم وتموحتهم برضو من ضمن يعني اللي حصل النهاردة في اللقاء إن الرئيس وجه باحتواء الخلاف الداخلي في حافز بالوفد حرصا عليك قلعة من قلاع الحياة السياسية المصرية وحفاظا على تاريخه باعتباره أمينا على تراث الحركة الوطنية في إطار رغبة الأطراف في رأب الصدع المهم إنه تم الاتفاق على إنهاء الأزمة بشكل يردي جميع الأطراف في إطار من الشفافية والديمقراطية اللي بتعتبر من سوابة حزب الوفد في الوقت نفسه الحزب بيعقد حاليا اجتماع للهيئة العليا بمقر الحز ومن المتوقع إن يكون فيه مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماع يعلن فيه رئيس الحزب عن تفاصيل لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي واللي حصل داخل اجتماع الهيئة العليا اشتركوا في القناة